هنا في مخيم عين الحلوى أو كما يدعى عاصمة الشتات الفلسطيني يتجدد نكء الجرح مرة أخرى بعد فشل الهدنة الأخيرة ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص في تجدد الاشتباكات أمام هذا التوتر بين الفصائل في المخيم يعود الصمت ليكون السيد الموقف بين سكانه الذين يعانون ويعانون دون أن يكترث بهم أحد في ظل شتاتهم ومنعهم من العودة إلى فلسطين الوطن السليب ووصمة المخيم التي لازمتهم منذ إنشاء مخيم عين الحلوى عام 1948 تغيب الأرقاب الرسمية لأعداد سكان المخيم الذين يزيد عددهم مفق إحصائيات فلسطينية عن سبعين ألفا لكن الثابت الوحيد بين سكانه هو الفقر والبطالة والتسرب من التعليم هذا الحرمان تمثل بمنع البناء في المخيم الذي لا تزال معظم عماراته تحتفظ بأسقفها المعدنية والإسمنتية والتي تكاد تتهاوى وبحسب بيانة الأونيروا هناك نحو 48 ألف لاجئ مسجل في مخيم عين الحلوى تتوفر لهم ثمان مدارس بما فيها ثانوية واحدة فقط إضافة إلى مركزين صحيين ويرجع مراقبون واقع المخيمات في لبنان إلى سياسات الأهمال العمراني والإقصاء الفلسطينيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ومكانياً من قبل الحكومات اللبنانية المتعاقبة وعدم السماح لهم بالتملك وعجزهم اقتصادياً هذه الآلام زادتها آلام أخرى بموجة نزوح واسعة شملت المئات من سكان المخيم الذين يهربون مع أطفالهم خوفاً من القذائف والرصاص العشوائي نتيجة الاشتباكات الأخيرة خوف ورعب من المستقبل هو ملخص الحياة في مخيم ليس له من اسمه نصيب ولم يكن محظوظاً أيضاً بالفصائل الموجودة فيه والتي فتحت باب الاشتباكات بينها ولا يبدو أنه سيغلق قريباً